لماذا كانت التسمية بطريق الكباش؟ تسمية طريق الكباش هي كتسمية تعتبر تسمية حديثة احنا طريق الكباش كان مختفي عن الأنظار مش معروف هذا الطريق لما شيدوا المصريين القدماء بداية من الأسرة 18 يعني بدأ تشيد هذا الطريق في عصر الملكة حاتشبسوت أقدم الدلائل على كده بتقولنا أن حاتشبسوت هي أول من بدأت هذا الطريق عشان تحدد المصاري الإلهي اللي حيتحرك عليه المواكب ما بين الكارنة والقصر الطريق ده كان طوله 2700 متر واستمر عدد كبير من الملوك في إنشاء هذا الطريق لدريت أن الطريق اكتمل بعد ألف سنة من الملكة حاتشبسوت استمر إنشاءه ألف عام؟ ألف عام وهذا الطريق لما اكتمل كانت المواكب بتتحرك عليه باستمرار خلال الأعياد لغاية لما دخل العصر الروماني في العصر الروماني مع القرن الثاني الميلادي الرومان حولوا معبد لؤسر إلى قلع عسكرية وأغلق المعبد بالكامل وبالتالي توقفت الاحتفالات والطؤوس اللي فيه بمرور الزمن الفيضانات المتتالية والتطور العمراني غطى هذا الطريق لغاية لما أخفاه لم يعد باقي منه غير حوالي 30 كبش أو 30 تمثال على هيئة الكبش موجودة عند معبد خنسو في الكرنك لذلك اتعرف على لسان الرحالة اللي زاره مصر في القرن السبعتاشر والتمنتاشر باسم طريق الكباش نتيجة للكباش اللي ظهره عند معبد الكرنك أول عملية حفاير للكشف عن هذا الطريق كانت على يد المرحوم الدكتور محمد زكريا غنين سنة 1949 لما بدأ يحفر من قدام صرح معبد اللقصر ويكفي أن أقول سيادتك أنه كان معبد اللقصر متغطي لمسافة حوالي 10 أمتار بالرمال معبد اللقصر حاليا التماثيل اللي برا دي كانت متغطية لغاية رقابتها بالرمال وبالتالي كانت تماثيل الكباش تحت هذه الرمال على عمق 10 أمتار لحد سنة 1949 لغاية 1949 بدأ محمد زكريا غنين يحفر بدأ موسم صغير من 1949 لغاية 1951 كشف عن 14 تمثال على هيئة أبو الهول بعد كده بدأت أعمال الحفاير على يد الدكتور محمد عبد الرازق من 1958 ل61 ثم الدكتور محمد الصغير من 1984 لغاية 2000 ثم حفار الدكتور منصور البريك ومصطفى وزيري من 2005 ل2011 لماذا هذه الاحتفالية يراها العالم احتفالية عظيمة؟ ليه؟ هذه الاحتفالية مهمة لسبب أن هي بتضع مصر في مصاف الدول ذات الطابع السياحي العالمي بمعنى المشروع طريق الكباش اللي بيتم الإعلان عنه النهاردة هو أكبر مشروع في تاريخ مصلحة الآثار وهيئة الآثار ووزارة الآثار بمسمياتها المختلفة عبر التاريخ تخيل سيدك أن هذا المشروع لما يبدأ من 1949 ينتهي 2021 بل كانت 73 سنة بالضبط مدة طويلة جدا والميزة فيها أن لجميع من عملوا في هذا المشروع من قيادات وعمال كانوا مصريين مئة في المئة لم يشارك فيه أجنبي واحد هذا المشروع لما اتعمل حول مدينة لقصر إلى مدحف مفتوح بانوراما كاملة يعني بعد افتتاح الطريق كده بقت مدينة لقصر مطحف علامي مفتوح بالضبط بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا كسائح لما أدخل معبد الكارنك أتجول في معبد الكارنك بحرية كنت زمان قبل افتتاح النهاردة لازم عشان أروح لقصر أرجع أخذ الباس بتاعي عشان أروح معبد لقصر فهي عبارة عن مناطق أسرية منعزلة بس دلوقتي لا أمشيها أنا أمشيها في نفس المصار اللي كان بيمشي عليه المصرين القدماء من 3500 سنة كم نسبة الإشغال السياحي النهاردة لفنادق لقصر؟ النهاردة النسبة بلغت 100% إشغال سياحي الحجزات زادت بنسبة 38% عن المعدل بتاعها اللي كنا عليه خلال الشهر اللي فات حجم الزيارات للمعابد؟ حجم الزيارات في المعابد خلال الأسبوع اللي فات الكارنك كان بحقق 5000 زائر في اليوم النهاردة وصل ل 6000 زائر في اليوم وده عدد إحنا ما شفناهوش قبل الكورونا يعني ما شفناهوش بسبب أزمة الكورونا العدد ده مكانش موجود دلوقتي العالم كله بينظر للأقصر على اعتبار أن هي قبلة للسياحة يكفي أقولي سيادتك النهاردة أن احنا عندنا 200 وكالة أنباء عالمية وقنوات فضائية بتنقل الحدث على الهواء بالإضافة إلى 80 كاميرا طائرة درونز بتنقل الاحتفال على الهواء مباشرة